أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم عن إنشاء تروجينا الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة في إطار خطة نيوم وستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة وأكد سمو ولي العهد أن مشروع تروجينا سيسهم في إعادة تعريف مفهوم السياحة الجبلية العالمية عبر توفير منظومة سياحية صديقة للبيئة في كل أبعادها تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة وتوفير حيات آمنة وصحية للجميع وتؤكد سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على عناصر الطبيعة وستشكل تروجينا إضافة مهمة ونوعية للمشاريع السياحية في المنطقة انطلاقا من الاستثمار الأمثل للتنوع الجغرافي والبيئي لمختلف مناطق المملكة وفق رؤى عصرية متقدمة وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني والاستفادة من الثروات الطبيعية وتنميتها وحفظها للأجيال القادمة